أفادت وزارة شؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج مساء أمس في بلاغ لها أنه وعلى إثر الإعلان عن إصابة الوزير الأول الياباني فوميو كيشيدا بفيروس كورونا يواصل الجانبان التونسي والياباني مشاوراتهما بشكل حثيث لضمان أفضل شروط النجاح للدورة الثامنة لندوة توكيو الدولية للتنمية في إفريقيا والتي ستقام في تونس يوم يوم السابع والعشرين والثامن والعشرين من أوت الجاري وذكرت الوزارة أن الوزير الأول الياباني قد أكد وفق بلاغ صادر عن الحكومة اليابانية أكد مشاركته عن بعد في كافة أشغال الندوة مشددا في هذا الصدد على الأهمية التي يوليها اليابان لنجاح ندوة تيكاد ثمانية والتي قال إنها ستمثل الإطار الأمثل للتباحث على أعلى مستوى ولأول مرة إثر جائحة كوفيد-19 حول مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين إفريقيا واليابان والآليات الملموسة الكفيلة بتعزيزها وضمان استدامتها ترجمة نانسي قنقر